السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم وعزائي الطالباء في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي أتمنى تشتركون بالقناة وشاركوا هذه الفيديوهات الزملاءكم اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الزمن والأسبيكت التنس والأسبيكت احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة وشرحنا شنو هنا بالتفصيل وهنا يعني هو شوي مركز على موضوع الزمن والأسبيكت وهنا أكون ملاحظة أنا ذكرت لكم بها قبل أنه هو التنس والزمن ما للجملة يعني يا زمن مضارع بسيط مضارع مستمر كذا هذه الأمور الأسبيكت قلنا هي خاصية الجملة وإحنا عدنا بشكل عام أسبيكت هنيا اللي هي عدنا البروغراسيف الحالة الاستمرارية والحالة البرفكتف اللي هي الحالة التامة حتى ما تدوخ وحتى تكون عندك العملية واضحة التنس قلنا هو الزمن مضارع بسيط مضارع مستمر هذا انتهينا من عنده الأسبيكت اللي هي هل حدوث الجملة تم أم مستمر هل حدث الجملة تم أم مستمر زين هو هذا المقصود بي هنا أشوف هنا مثلا عندنا مثلا عندنا I am writing was writing شوف هنا perfective perfective يعني تم يعني تم إذا الفعل صار وانتهى إحنا نقول عليه perfective إذا الفعل مستمر يعني بعد وما يصير أو مستقبل نقول عليه إحنا يعني progressive progressive يعني مستمر إذن إذا هو استمرارية نقول عليه progressive إذا هو تم يعني خلص انتهى شوف هاذي perfective يعني تم have written had written هذي كليتها تم زين كليتها تم إذن تم نقول عليه perfective واللي مستمر اللي بي استمرارية نقول عليه progressive progressive زين هنا عدنا راح نتحدث عن الحالات الأساسية للمضارع طبعا هو شوف هاي موضوع شوي مبتعد يعني شوي هذا الموضوع ما العلاقة بالسابق قصة إحنا أخذنا الاسبكت وذنى انتهينا من عده هسا راح نجي نتحدث عن المضارع عن المضارع والمضارع يقول بي حالتين ثلاث حالات المضارع يعني أي فعل المضارع بي ثلاث حالات أي حالة المضارع بشكل عام لها ثلاث حالات المضارع لها ثلاث حالات اللي هي timeless timeless يعني اللي ما إلى وقت محدد واللي يكون بزمن المضارع البسيط ما فتهمت أستاذ محمد ممكن توضح لبعد ايه نعم من تكون الجملة مضارع بسيط معناها timeless من تكون الجملة مضارع بسيط معناها timeless شنعني timeless يعني ما إلىها وقت محدد بالضبط مضارع بسيط حدث تكرار يتكرر يوميا شو وقت يصير ما ندري انني سموه timeless ومثل ما تشوف هاي الجملة اللي حاليا كلها هي سموها timeless limited اللي هي الوقت المحدد وهو المستمر بعبارة اخرى بعبارة اخرى present progressive المضارع المستمر نسمي احنا limited يعني محدد شون يعني محدد يعني إلى وقت محدد now i am teaching الان انا قاعد ادرس now you are watching انت قاعد تراقبني هسه you are watching انت حاليا قاعد تشاهدني طبعا اكيد يعني اكو بكم ما مشترك بالقناة هو دا يشاهدني ما مشترك بالقناة هاي اللي المزاح طبعا اذن limited هي شنو اذن لها وقت محدد present progressive هي حالة استمرارية اذن انا يعني مثل ما ذكرت لك بعبارة اخرى المضارع المستمر الى عبارة اخرى وتسمية اخرى اللي هي limited اللي هي الوقت المحدد اللي هي الوقت محدد زين هسه نجي للحالة الاخرى اللي هي instantaneous instantaneous اللي هي الحالة الفورية واللي هي تعبر عن عما مضارع او progressive يعني بشكل عام الحالة الثالثة هي دمج ما بين الاثنين يعني دمج ما بين الاثنين watch carefully now الجملة مضارع بسيط ومضارع مستمر now هي دلالة للمستمر والwatch carefully دلالة carefully هي مضارع بسيط اذا هي دمج ما بين الاثنين زين يعني هذي ثلاث حالات لازم تعرفها تجيك فرقصة او خطأ اختيارات تعدال اي شي يجيك المهم انت لازم فهم الفكرة مالية بس نيجي على الباست الباست باللغة الانجليزية اه يعني be as having to take place a particular point time or over period of period اذا المضارع الماضي بشكل عام اذا حدث تم في وقت معين في الماضي او عبره مدة زمنية بالماضي هذا رح نكون علي احنا نقول هذا يحدث بالماضي رح يحدث هذا الحدث وين بالماضي اذا عبر مدة زمنية او نقطة معينة بالماضي اذا المضارع سيكون الى حال تانية اما عبر مدة زمنية مثلا نقول سنة الماضية خلال السنة المدة الماضية او من نقول في يوم في يوم عشرين من شهر ثالث كذا سنة نقطة محددة اذا هذا احنا نقول علي ماضي اذا الماضي هو احترحناها سترى وضوعنا بالمناسبة وطلاب يعني جوز صارع دمرباك ترى موضوعنا الاساسي هو الزمن يعني زمن لمضارع البسيط واستخدامه يعني المضارع البسيط وين نستخدم وين النقاط مالته وخلي اشوفك بالرسم شوف يقول لك الباست الماضي شوف الماضي حالات الماضي شوف تكون من نقطة معينة مثلا بهيش تاريخي بهيش يوم صار كذا فعل هذا ماضي او يعني يعني ممكن يكون الفعل على سبيل المثال related to the past مرتبط الى الماضي مرتبط الى الماضي يعني مرتبط بالماضي يعني شنو يعني حدث تم واستمر لمدة زمنية وانقطع هذا ايضا ماضي او يكون حدث عبره مدة زمنية عده مدة زمنية طويلة شوف تم ايه منه واستمر او يكون الحدث يعني حدث بالماضي واستمر الحد الحاضر يعني شون ذني حالات الماضي الحالات اللي يستخدم بها الماضي بشكل عام هي هذي احنا نسميها يعني الباست اذن استخدامات الباست اللي ممكن نستخدمها بيها مدة زمنية نقطة معينة period of time اكو نقطة محددة هاي نقطة محددة او ممكن يكون over time عبر مدة زمنية يعني يعني مثلا منا الى هنا استمر او ممكن يكون استمر بالماضي وانقطع يعني حدث مثلا نقول السنة الماضية من الشهر الثالث الى شهر الخامس اذا نودة زمنية بدت وانقطعت او يقول السنة الماضية قبل شوكت بالسنة الماضية لا او مثلا نقول في الماضي شوكت بالماضي ما نعرف هذا هو احنا نقول علي هذا الحالة شوف شون راس منها رسم هذه الفكرة اللي يتعبر بها عن الماضي زين يعني هاي الماضي طلاب يعني بالمناسبة يعني مو كلش هواية يعني بيها هواية حشو هواية بيها حش ما تحتاجه حقيقة يعني زين يقول لك خلي افهمكم هنا طبعا هنا يقول يعني هنا نفس الشيء معنا ماك اختلاف كبير جدا رحطيكم جملة موضوع حتى فهمكم الموضوع بعد اكثر بالباس يعني الماضي والبيرفكتب علاقة الماضي والحدث اللي تم يعني جون جون ومعنى جملة جون عاش بباريس لعشر سنوات شون الفرق ما بيناتم الفرق ما بيناتم هو يعني جملة الاولى هي ماضي بسيط الماضي البسيط هو حدث تم بالماضي يعني حدث تم بالماضي وانتهى من اقول جون معناها جون يعني بالماضي عاش بباريس لمدة عشر سنوات احتمال هسه هو يعني غادر احتمال مات احتمال انتقل للغير مدينة المهم انا من اقول بالماضي يعني انتهى يعني فعل تم اذا هذا بيرفكتف يعني شنو يعني تم من نشوف احنا المضارع التام يعني يعني حدث تم وانتهى من نشوف احنا يعني على سبيل المثال من حدث خلي نقول علي احنا مضارع او يعني بيه استمرارية وهذه مضارع تام مضارع تام حدث تم بالماضي القريب وبيه استمرارية شوية يعني اكثر من الماضي الماضي حدث تم وانتهى المضارع لا ما انتهى مضارع تام ماضي البسيط حدث تم وما المضارع هو من اسمه مضارع يعني منها حدث شوية بمدة زمنية فجون هاز ليفد ان باريس فورا تن ييرس يعني جون عاش وهس حاليا هو موجود بباريس يعني لحد الان هذا هو الفرق ما بين الجملة خاف يقول لك قارن يعني هنا انت راح تقول لك في هذه الجملة نجد ان نستطيع القول ان جون قد مات او انتقل الى مدينة اخرى اما في هذا الجملة فان جون لا يزال يعيش في باريس هذا هو الفرق ما بين الجملة خاف يقول لك جيب قارن كمبير هنا طبعا ما عدنا فيعد فدأ اشياء كلش مهمة عدنا بس ذني ظروف كلش مهمات الظروف اللي تجي ويا الماضي البسيط symbol past والظروف اللي تجي with present perfect مضارع التام هذي كلش مهمة ظروف اللي تجي ويا الماضي البسيط هذني كلش مهمة تنحفظا yesterday وكذا هذي ويا الماضي وهذه هي تجي مع المضارع هذي تجي مع المضارع التام وكذا ظروف تجي وياهنا ثنيات من هما ذولا حسب السياق احنا راح نقدر نستنتج حسب السياق راح نقدر نستنتج طبعا هذا هو موضوع اللي شوية حقيقة هو متشابك وكذا بس انا لأشياء ركزتكم عليها هذه مهمة واذا اكون ملاحظة او سؤال ان شاء الله احنا حاضرين تقدر تسألني بالتعليقات وانا ان شاء الله راح اجاوبك تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كانوا اشتركوا في القناة